السلام عليكم اخوتي تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب ابلا منسى وخوتنا اللي في الغربة. موضوع اليوم راح نتكلموا على اه لاعب شاب اسمه اه يعني السنهاجي. يعني السنهاجي هذا اللاعب اللي عنده اه اه ستاع اه ستاعش سنة في عمره. واللعب هذا اه من اصول جزائرية يلعب في اه الان اه مضافي نادي ريال بيتيس بعد ما كان يلعب في نادي اسباني مغمور يعني صراحة. اه عنده ستاعش سنة. ومن اصول جزائرية بالتحديد من ولاية وهران. اه اللاعب هذا اللي راح يمضي اه عقد لمدة ثلاث سنوات مع اه نادي ريال بيتيس لاقل من سبعتاش سنة. وهذا اللاعب اللي مقترح على الاتحادية جزائرية. وعلى الفرقة ولا اللجنة هذي كتاع اللي تعرفوها اللجلة الرادار ولا اسمها. تاع المكتشفين اللي اه تستقطب المواهب الجزائرية. هذا اللاعب يعني السنهاجي اه اليوم انظاه رسميا مع اه ولتا حق وانضم بنادي ريال بيتيس. اه اللاعب هذا ما ما رفضش المنتخب الوطني وكان فت يصال مع الاتحادية. وكان اللاعب هذا كان رح يستدعوه في استاج انتع اه اللي رح يديروا دورة حكا لأقل من سبعتاش سنة منتخب الوطني في اه فرنسا. اذا اللاعب هذا اه يفتخر بأسوره الجزائرية. وينتظر اه اه دعوة تاع المنتخب الوطني. وصرح بهذا اه في العديد من المواقع الجزائرية انه اه رح ينضم النادي بيتيس اه تصريح سابق. وماذا به يعني يعني يلعافو المنتخب الوطني ويتبع المنتخب الوطني. وخاصة نتبع يعني المنتخب الوطني لما تحص على كأس الفريقيا في مصر الفين وتسعة عشر. اذا بالتوفيق لي اه اللاعب صنهاجي يعني الصنهاجي وان شاء الله شوفوه في المنتخب الوطني. واللعب هذا يلعب يعني كمهاجم. اه الخبر لي اه اشتب انتباهي انه اه راشيد غزيل اكثر عليه الكلام. راشيد غزيل في بيتيس. راشيد غزيل راح الخليج. راشيد غزيل في النصر السعودي. راشيد غزيل في الاهل السعودي. راشيد غزيل في الديحيل القاطري. راشيد غزيل ممكن يرجع للسر ممكن تسليله اه يعود يمضي عفون يمضي في نادي بالجكتاج راح يمضي في نادي بالجكتاج. اكثر الكلام. اليوم اسمعنا من صحيفة تركية. راح لنقراركم وش قالت الصحيفة التركية? حسب صحيفة هابار تيرك. هابار تيرك تقول ومن قبل يعني هذه الصحيفة المفرد بالخبر صحفي اسمه إيهان سانسوي إيهان سانسوي ولا إيهان سانسوي هذا هو المفرد بالخبر يقول هذا الصحفي أنه غالطة ساراي كان الفائز في غزال يعني غالطة ساراي هو فائز بسبقة راشيد غزال وأنه راشيد غزال سوف ينظم لنادي غالطة ساراي حسب صحيفة عبر تيرك وحسب الصحفي إيهان سانسوي ولا إيهان سانسوي هذا ما يجبتاش من عندي هم اللي قال إذا ما راحش غالطة ساراي يتتحمل الصحيفة الخبر هذا والصحفي هو اللي يتحمل الخبر هذا فاز غالطة ساراي بانتقال راشيد غزال أضرمه فريق يلا وريدس يعني غالطة ساراي الأصفر والأحمر غالطة ساراي على وش ساحب راشيد غزال يعني جيبوا لها ملك الدوري الممتاز يعني لغالطة ساراي سابقا من بالجيكتاش كان السود والبيل بالجيكتاش يحاولون الحصول على شهادة شهادة اللعب يعني للعقد أنت اللاعب الجزائري وقع اتفاقا من حيث المبدأ مع غالطة ساراي يعني هو رامي يقولوا باللي راح من حيث المبدأ راح يوقع مع غالطة ساراي حسب الصحفي ايهان سونسوي غزال ولديه ليستر سيتي وعلما أن غالطة ساراي منح اللاعب البالغ من العمر 29 عام راتبا إضافيا قدره ربعمائة ألف أورو من بجيكتاش وفقا لأخبار ايهان هذا شينسوي ولا سينسوي من هابار تيرك كما قلنا من جريدة هابار تيرك عرض الشعب يعني على نادي الشعب هما يسموها غالطة ساراي ذو اللون الأصفر والأحمر على مدينة ليستر سيتي 500 على فريق نادي ليستر سيتي 500 ألف أورو أكثر من رسوم الشهادة أكثر من العقد السابق التي قدمها بجيكتاش العرض اللي قدمه بجيكتاش تصافح الأطراف يعني معناها تصافحة بالترجمة معناها يعني تفقوا من حيث المبدأ يعني تفقوا يعني اتفاق مبدئي بين الأطراف سيوقع غالطة ساراي عقد لمدة أربع سنوات مع رشيد غزال الذي استأجره بجيكتاش يعني يجابه إعارة بجيكتاش مليستر سيتي بداية الموسم الماضي لعب 31 مباراة في الدوري الممتاز وكان له نصيب كبير في الأطراف يعني شكنا الحقيقة رشيد غزال دار موسم مش استثنائي خرافي خاصة للأسيس أسيس غزال يعني حطن به كل الأرقام موسم خرافي داره رشيد غزال يعني الحقيقة تقال وله نصيب كبير في البطولة برصيد 8 أهداف و 17 تمرير حسين دار موسم استثنائي وخرافي رشيد غزال ما بجيكتاش تأكيد الخبر من قبل يعني الخبر السابق اللي قالته وذكرته عبر تيرك وذكره الصحافي اللي قلنا عليه إهان سانسوي قرأ بجيكتاش الآن من صحيفة أخرى صحيفة فاناتيك تقول بني بجيكتاش وقالة سارا ينتظرا ينتظرا قرار غزال يعني قلطة سارا وبيشكتاش رأهم يستنوا في القرن تأخذ الغزال وش يحب بس كو يحب يكمل مع بيشكتاش ولا حاب يروح لقلطة ساراي بالنسبة إلى رشيد غزال الذي يريده بيشكتاش وقلطة ساراي إضافته إلى فريق عمالهم يعني يحوسوه ينضم الفريقهم سواء بيشكتاش ولا قلطة ساراي فإن إدارة بيشكتاش لها الكلمة الأخيرة هنا الصحيفة تقول بني بيشكتاش لها الكلمة الأخيرة بحكم أنه العب عندها سابقا يعني وجباته كإعارة مليستر سيتي بينما ينتظر قرار اللعب ينتظره يعني قرار تألاعب وش يبغي اللعب هل يبقى يرجع لسر ممكن يرجع لسر هل يبغي ينضم الفريق عمال بيشكتاش ولا ينضم القلطة ساراي هل تقول أخيرا حصل لعب كرة القدم الجزائري راشيد غزال على 2.5 مليون أورو راتي به كما قام النادي بحساب بما في ذلك ربع ملاي يورو كرصف انتقال لمقترح بيشكتاش ويخطط هذا الأسبوع لوضع إيجابي أو سلبي كنقطة انتقال استجابة لطلب مديره يعني طلب مديره مناجر تعو لتحديث العرض يعني بدوا العرض نزيدوا إضافات تنتظر الإدارة قرار اسم النجم بشأن هذا المشكلة يعني ينتظروا قرار راشيد غزال يعني يحبين يشوفوا قرار راشيد غزال وش بياغي يعني ماذا ماذا يريد راشيد غزال هذه المشكلة هناك عروض بقيمة 2.8 مليون أورو 2.5 مليون أورو القلطة ساراي زادت عليها شوية 2.8 مليون أورو من قلطة ساراي وربع ملايين أورو من الشرق الأوسط اه للعب هنا الشرق الأوسط مثل ما اسمع لها نصر السعودي يعني هما لي عند الأموال يعني تعال الخليج هالي شي مفروغ منه نصر السعودي اه والدحيل القطري الأهلي السعودي من أخبار بركيا يعني الأخبار الرسمية اللي تصلوا بالمناجرين تعوه هي النصر السعودي والدحيل القطري هذا من العرض اللي في الخليج هو ما قالوش هنا فارق ما قالوش الدحيل ولا النصر قالو الشرق الشرق الأوسط يعني يقصطوا به الخليج أوروض من دول الخليج يعني كما قلت لكم سواء النصر السعودي ولا اه الاقرب يعني والدحيل القطري أربع مليون أورو رأيي الشخصي قلت سابقا في قضية رشيد غزان أنا ماذبيا شوف رشيد غزان يبقى في نادي بجكتاش اللاعب يعرف اللاعبين زملائه ومتأقلم مع الفريق ومنسجم مع الفريق ويعرف اللاعبين نتعوه مع الفريق نتعوه بجكتاش وزيد اتقلق دير موسم استثنائي أنا ليا يبقى في بجكتاش علاش لأنه بجكتاش أول حاجة دوري أبطال أوروبا ورح هتدخلوا هذي في السيبي نتعوه ويشارك في دوري أبطال أوروبا يعني شيء ممتاز يحتك وزيد يلعبوا في دوري أبطال أوروبا يعني حاجة ممتازة يعني شيء رائع وزيد بزيدة يعني صراحة يعني يوالف بالفريق هذا ويعرف المدربين نتعوه ويعرف اللاعبين نتعوه واصحابه يعرف بس حك يروح الفريق جديد يجب لازموا وقت يعني مثلا ممكن يروح قلت أصهري مثلا راح قلت أصهري لازموا وقت باش يتأقلم ووقت باش يندمج مع المجموعة يعني يطلبوا وقت نوعا ما لكن أنا من الأحسن ليه يبقى في بيجي 15 فريق اللي تقلق فيه فريق اللي برز فيه فريق اللي تحصل عن البطولة التركية يعني هذي كل العوامل ويععب الدوري أبطال أوروبا العوامل كلها مشجعة ومحافظة لللاعب باش تخليه يزيد يكمل مع بيجي 15 إذن بالتوفيق لرشيد غزل وكل لعب المنتقب الوطني ملتقنا مع مزمين الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته